بسم الله الرحمن الرحيم العلاقات الدولية في الدولة الإسلامية وقت الحرب أو في الإسلام وقت الحرب أولا إعداد العدة لملاقات العدو وولي الأمر المسلم ينبغي أن يهتم بجيشه أيما اهتمام من حيث عدد هذا الجيش ومن حيث تدريب هذا الجيش وتسليح هذا الجيش على أحدث ما هو موجود في الزمان والمكان وهذا جانب جانب مادي أيضا الجانب الآخر في الجيش وهو الجانب النفسي تهيئت هذا الجيش نفسيا أن يقاتل العدو مستشعرا أن هذا القتال هو في سبيل الله عز وجل وأن الجندي المسلم في هذا القتال للعدو له إحدى الحسنيين إما الشهادة وهي المطلب الأول وإما الضفر وأيضا من الأمور المعنوية ورفع المعنوية عند الجندي المسلم هو خلافته في أهله بخير ولذلك ورد في الحديث عن نبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا أو خلف غازيا في أهله بخير فكأنما غزى فهذا الأمر أيضا من الجوانب المهمة في نفسية الجيش المسلم تهيئته لأنه يقاتل في سبيل العز وجل ثم كذلك ضمأنته على من خلفه من أهله وأبنائه وذويه وكل ما يملك هذا يجعل الجندي قويا في عدده وعدته وتدريبه ويجعله أيضا قويا نفسيا وهذا أمر هام في المجال العسكري وهذا الأمر كل يشمله قول الله عز وجل وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم وأخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وماتوا في قومي شيء في سبيل الله وفى إليكم وأنتم لا تظلمون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هنا قوة جاءت نكرة وجاءت نكرة في سياق النفي وهذا يعني العموم وقوة هنا تشمل كل قوة القوة التي ذكرنا القوة المادية من عدد الجيش والتدريب والسلاح والقوة كذلك المعنوية والقوة النفسية فهذه الآية تشمل الجانبين إعداد العدة لملاقات العدو وإعداده ماديا وإعداده معنويا كذلك أيضا إعداد المجتمع إعداد الناس جميعا للتهيء لقتال العدو وتوقع أن يغار العدو على هذا المجتمع وهذا ما يسمى بالتعبئة الشعبية فأن يكون كل المجتمع يتهيئ أنهم في حالة في حالة قتال وهذا بالنسبة للمجتمع الذي قد يهدد بالاعتداء أو حينما يكون الأمر في حالة في حالة حرب أيضا ثانيا من الأمور بعد إعداد العدة وما ذكرنا من العدة من القوة المعنوية والقوة المادية كذلك إيجاد الحلفاء وعمل المعاهدات مع الأصدقاء والحلفاء للحماية ومنع الاعتداء وهذا من العلاقات الدورية للدولة الإسلامية في وقت الحرب هذا والله أعلم وأحكم ترجمة نانسي قنقر